اهلا بكم مجددا في حصة مغاربية تترقب الأوساط المغربية ما ستسير عنه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة عقب إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار أن مفاوضاته لتشكيل الأغلبية الحكومية تنطلق والأسبوع المقبل للبحث عن التحالفات الممكنة مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات التجمع الوطني أشار أيضا إلى أن النقطة الأساسية التي تحسم مسألة التحالفات بين الأحزاب في التشكيل الجديد هي التقاطع في البرامج الحزبية وبالتزامن مع هذا الإعلان كشفت مصادر مغربية أن هناك مشاورات جارية بالفعل حيث التقى أخنوش بكل من عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المصادر أشارت إلى أن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة يتجهان بالفعل نحو دعم خيار المشاركة في التحالف مع التجمع الوطنية عن شكل حكومة المغرب للخمس سنوات المقبلة وتركيبتها يدور النقاش في الأوساط السياسية الانسجام والتماسك والتقارب في البرامج عناصر يجب توفرها لتشكيلها بحسب رئيسها عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار أول قوة سياسية بناء على نتائج اقتراع الثامن من سبتمبر السيناريو الأول أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيتحالف إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال إلى جانب الاتحاد الشراكي وهي ستشكل أغلبية مريحة بالنسبة لهذا الحزب وتشكل أيضا تناسق بين هذه الأغلبية الحكومية السيناريو الثاني أيضا وهو ممكن هو رجوع حزب الأصالة والمعاصرة للمعارضة لتحقيق نوع من التوازن تدارس خيارات الهيئة السياسية المعنية بالمشاورات والبث في التحالفات الممكنة في المجالس المحلية والجهوية والتشرعية انطلاقا من البرامج الحكومية كأرضية للتفاوض عنوان لقاءات بشرها الحزب الفائز الآن نشتغل مع مختلف الهيئات السياسية على مستوى تدبير التحالفات المحلية والإقليمية والجهوية لأنه ترشيحات ستبدأ تداء من اليوم من الرئاسات ونحن فاتحين التجمع الوطني الحرار أخذ واحد القرار أنه سينفتي على جميع الفعاليات السياسية لصوتوا علم المواطنين لحصلوا على اتقاد المواطنين سيكونوا ضمن التحالف الواسع الأهم شيء الذي يمكن الآن تدير الحكومة المقبلة هما شيئين أساسيين الشيء الأول هو الاستمرار في عملية المكافحات كورونا والشيء الثاني أعتقد هو إعادة الحياة للعلاقات الخارجية للمغرب خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي والاعتبار أساسي ومهم هو اعتبار أنه بدون استثمارات خارجية مهمة وبدون استثمار داخلي مرتفع لا يمكن أن نرفع من نسبة النمو كيفما كانت الحكومات وينتظر أن تحسم المشاورات في تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وفي تشكيلة الحكومة القادمة والتي يرجح المراقبون أن تكون حكومة مقلصة العدد القضع مع ثقافة الترديات والمحاصصة والاعتماد على الكفاءة كشرط لتولي المسؤولية مطلب شعبية جدد قبيل تشكيل السلطة التنفيذية وخروجها إلى حيز الوجود فدور مرابطي قناة الغد الرباط ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور العباس الوردي أشهد القانون العام بجامعة محمد الخامس أهلا بك معنا في عصة مغاربية دكتور الوردي كيف ترى مسار تشكيل الحكومة وبأي تحالفات سوف ينجز برايك أولا شكرا على الاستضافة الأمر يتعلق بتحالفات أو البحث عن تحالفات الحكومية لتشكيل أغلبية حكومية مريحة الكل يترقب هذه التحالفات والحال على أن القرب التحالف يتعلق أساسا بالأحزاب الثلاثة الكبرى التي اعتلت منصة النتائج الشريعية للثامن من ستنبير من هذه السنة أكاد أجزم بأن الحزب الأصلة والمعاصرة والاستقلال هم الأقربان للتحالف مع حزب التجمع الوطني الأحرار لا لشيء إلا أنهما يتقاطعان في مجموعة من النقاط الاستراتيجية التي بنيت عليها برامجها الانتخابية وبالتالي فهذا التعاقد مع المواطن أكاد أجزم للمرة الثانية على أنه سيتحقق على أرض الواقع أولا من خلال تقارب هذه الأحزاب الثلاثة وتشكيلها لأغلبية مريحة ثانيا من خلال تنزيل مجموعة من المشاريع على أساس تطبيق الرؤى التي تم التعاقد فيها مع المواطن إذن هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني فيما يتعلق بالاستقلال والأصلة والمعاصرة حزب الاستقلال جرب الحكومة والمعارضة فيما سبق لكن ماذا عن الأصلة والمعاصرة؟ هل تعتقد أنه يستنجح في العمل من داخل الحكومة وهو الذي قضى سنوات في ممارسة المعارضة من داخل البرلمان؟ أخي الكريم المعارضة مارست أحزاب أصبحت كبرى كالعدل والتنمية وقامت بمجموعة من الأدوار التي لا يمكن أن تنسى وكذلك حزب الاستقلال الذي كان في الأغلبية وقبع في المعارضة لمدة حالة يستهان بها وبالتالي فهذا الحزب أو ذاك هو أساسه والاعتماد على بروفيلات هذه البروفيلات أو هذه الكفاءات التي يمكنها أن تشتغل جنبا إلى جانب الحزاب المتكتلة في أساس الأغلبية إذن الأصلة والمعاصرة أشار في بيان صادر على مكتبه السياسي على أنه يمكن أن يشتغل على جميع الأصعيدة وفي تلكم إشارة على أنه يشير على أن الأمر يتعلق بالمعارضة كما يتعلق بالأغلبية كذلك حزب الاستقلال دعا إلى دورة للمجلس الوطني لأنه برلمان للحزب في الخامس والعشرين من هذا الشر إذن الحزبان يشيران إلى مجموعة من التحركات التي تنذر بمشاوراتهم الداخلية قبل الخوض في المشاورات مع الحزب الأغلبي من أجل تشكيل هذه الأغلبية سيد عزيز أخنوش دهالي صورة المعارضة أخي الكريم هي أساس لبلوغي عزيز أخنوش يقول بأنه منفتح على كل الأحزاب التي تتشاطر أو تتشارك معه في الرؤى لكن نحن نعلم بأن التجمع الوطني للأحرار كان موجودا ضمن التشكيلة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية هل تعتقد بأن حزب الحمامة سوف يكون منفتح على البجيتي؟ لا أعتقد لأن الأمر حسم حتى قيادة الحالية أو قيادة تصريف الأعمال الحالية على مستوى حزب العدالة والتنمية هي أشرت على خروجها المباشر للمعارضة من خلال بيان عن هذه الأمانة العامة التي ستنصهر ويتم استبدالها بهياك الجديدة مع قرب انعقاد مؤتمر ستنائي كما أعلنت عن ذلك هذه الأمانة العامة وهذا الجهاز التنفيذي داخل هذا الحزب وبالتالي فأجزم بأن العدالة والتنمية قد حسم في مسألة استفافه في المعارضة مسألة الانفتاح من عدم أخ الكريم فهذا شيء يجب أن يصرف من قبل أي حزب يعتلي الرتبة الأولى أو يحصل على الرتبة الأولى لكي لا يقصي أي طرف من الأطراف الحزبية التي تريد أن تشاركه جنبا إلى جنب على مستوى الأغلبي الحكومي ولكن لا ننسى التذكير في هذا الباب على أن مصلحة الحزب الأغلبي في أن يتحالف مع حزاب قوية وكذلك أن يحصل على أغلبية المريحة الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا مع حزبي الأصالة والمعاصرة وكذلك والاستقلال ولا ننسى في هذا الباب العلاقة المباشرة التي تربط حزب تجمع الوطني الحرار بحزب الاتحاد الدستوري الذي يمكن أن ينضف إلى هذه القائمة ويشد عدد الأغلبية الحكومية شكرا لك من الرباط الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس اشتركوا في القناة